ترجمة نانسي قنقر أنا عائشة، فتاة إماراتية ولدت وترعرعت في إمارة عجمان خلال فترة التسعينات أحب الفن كثيراً وأصر على تعريف نفسي كفنانة قبل أي شيء وحلمي هو ريادة الثقافة والفن والأدب الإماراتي عالمياً هذه صورتي خلال مرحلة الطفولة الكثير يعتقد أنني أضع عدسات كورية لتكبير بتعيني ولكن هذا غير صحيح أعتقد أن عيني كذلك لأنني فضولية وأحب طرح الأسئلة درست في مدارس حكومية حالي كحالي الكثير من الإماراتيات ولكن لم أكن أضع جل جهدي في الدراسة وكانت تقول لي والدتي صنعة هذا وأنتي ما تركزين تطلع من الأوال كيف لو ركزتي؟ الذي لم تكن تعلمه أمي أن هدفي كان هو الوصول إلى الجامعة واختيار المواد التي أحبها تطلع من الإنجليزية وتعلم الإنجليزية واصبح قد الدنيا ولدت في عائلة محافظة واكتشفت بعد مرور السنوات كم ذلك مميز وكم ذلك يعطيني نكهة كفنانة ويعطيني صوت في المشهد المحلي الفني وحتى العالمي ولكنني واجهت بعض الصعوبات إذ أنني لم أكن على ثقة بنفسي كثيراً وكنت أتجنب العمل في الأماكن الاجتماعية وأحصر كافة أعمالي خلف الشاشة أول حرم الجامعي كنت ما عور رأسي ولا حاتي ولكن طرى علي تغير إيجابي خلال السنوات التي مضت الأمر الذي دعا أصدقائي لسؤالي ما الذي جعلك تتغيري؟ حسناً أنا أؤمن أن الكل له منهج في حياته سواء تنبه إلى ذلك أم لا فالشخص الناجح يرسم منهجه بنفسه والشخص المتبع سيذهب إلى المنهج الكوبي بيست سأبسط لكم خطوات جعلتني أقدم أفضل ما عندي الخطوات هي كالتالي كن صادقاً مع نفسك سأخبركم عن قصتي خلال آخر سنة في جامعة زايد عندما طلب مني أن أكتب سيرتي الذاتية واستوقفتني كلمة أو الهدف شعرت حينها أن الكلمة أكبر من أكون صادقة فيها وهي نخبوية بعض الشيء وأنا طالبة على قد حالي أو على الأقل هذا ما شعرت به فاستشرت أحد صديقاتي فقالت لي سيري على الإنترنت سوي كوبي بيست على أي هدف قوي وجميل شعرت حينها بالإهانة كيف لي أن أضع هدف شخص آخر؟ ما الذي أريده من العمل حقاً؟ ما هو هدفي في هذه الحياة؟ أنا لا أستهين بالكلمات المكتوبة فهي التي تحدد مستقبلنا سواء انتبهنا إلى ذلك أم لا أحب الفن كثيراً وكمية السعادة التي تغمرني عندما أذهب إلى معارض فنية شعور لا يصف والكل يقول لي أن لي موهبة في الرسم ولكن لم أكن صريحة مع نفسي خلال البداية فتجنبت التخصص في أي مجال فني وصدقت الذين قالوا الفن ما يوكل العيش ولعل أحلاها ما تبين تستوين قبلة فنية؟ ولكن أن تصل متأخراً خيراً من أن لا تصل أنا موظفة مع خبرات خمس سنوات رجعت إلى صفوف الدراسة وأخذ حصص فنية أخبرتكم عن نقاط القوة ماذا عن نقاط الضعف؟ الكل لديه نقاط ضعف وأنا صادقة مع ذلك ولكن لدي حلان أن أطور من نفسي أو أطلب المساعدة تماماً كما هي قصتي مع اللغة الإنجليزية فكنت على عدم ثقة مع نفسي عندما أتكلم باللغة الإنجليزية وذلك كان يشكل عائق يومي مزعج سواء في الجانب المهني أو الفني أو حتى العملي فتخصصت في مجال الإعلام في درجة الباكلوريوس ومجال الترجمة في درجة الماجستير وكنت أضاع اللغة الإنجليزية في هاتف النقال وأقرأ الأخبار اليومية باللغة الإنجليزية ولا أجلد نفسي عندما يضحك علي أحدهم إن أخطأت في كلمة إنجليزية ما علي منهم؟ لا أحد ولد عالم الخطوة الثانية كن مراعياً للآخرين أحرص على أن أساعد خمسة أشخاص على الأقل كل يوم خاصة في الشيء الذي أحبه فمراعاتك للآخرين ليس هو رد للمجتمع فقط وإنما هو تطوير لمهاراتك ومساعدتك في الانتشار عندما أفعل أو أعمل على أي مشروع لا أرى أنه مشروعي فقط وإنما هو مشروع للكل تماماً كما قصتي مع التطبيق الخاص بي إذ ضربت عصفورين بحجر حبي للفن ومراعاة الآخرين في أن يعملوا أعمالهم الفنية الخاصة بهم باستخدام رسوماتي مراعاة الآخرين سيجعل الناس يتأكدون من إنجاحك الخطوة الثالثة تواصل لا أستهين بهذه النقطة أبداً فوسائل التواصل الاجتماعية مهمة جداً أعلم أن الثقافة التباهي والتفاخر بالإنجازات قد تكون سلبية نوعاً ما ولكن أعتقد أن ذلك يعتمد على نية الشخص فأضع في نصب عيني أن نيتي هي تحفيز الآخرين على تقديم أفضل ما عندهم تذكرت عندما سألني أحدهم ما هي وظيفتك المثالية فقلت شيء خاص بالأطفال أو الفن أو ربما الأثنين لأنني أحب الأثنين وبعدها بسنة وبفضل التواصل الاجتماعي وبفضل نشر رسوماتي على الإنترنت كان لي الشرف أن أرسم قصة القاعدان البطلان قصة بقلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حسناً كن صادقاً مع نفسك كن مراعناً للآخرين تواصل هذه الخطوات الثلاث وكلها تنتظوي تحت نقطة المضي قدماً تبهرني قصة أجدادنا عندما كانوا يسافرون في القافلة فيضعون الكثير من المؤن وهم يعلمون أنهم سيستخدمون منها الكثير وسيساعدون منها الكثير وحتماً سيخسرون منها الكثير كما هي رحلتي في هذه الحياة فأنا أضع الكثير من المؤن وأنا أعلم أنني سأستخدم منها الكثير وسساعد بها الكثير وحتماً سأخسر منها الكثير ولكنني سأصل إلى الهدف أخبرتكم أنني لا أستهين بقوة الكلمات المكتوبة هذا هو أول سيرة لي كواجب دراسي في سنة 2013 كتبت فيها هدفي الحقيقي وليس الكوبي بيست إذ ركزت فيها على الفن والعطاء خدمة الوطن والروح الشبابية وهذه أنا بعد خمس سنوات من كتابة هذا الواجب الدراسي وأنا أعمل لدى أصغر وزيرة في العالم معالي شامة بنت سهيل المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب وهنا ألقي عرضاً أمام سيدي صاحب السبو شيخ محمد بن زايد آل هيان أنا عائشة، فتاة إماراتية وهكذا أقدم أفضل ما عندي ترجمة نانسي قنقر